بسم الله الرحمن الرحيم وحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج معجزة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ربنا سبحانه وتعالى عنها في سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما معنى الوحي؟ كلمة الوحي معناها الإلهام وفي الشرع معناها إلهام الله سبحانه وتعالى عن طريق واسطة أو بدون واسطة أما الواسطة فهو سيدنا جبريل عليه السلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين وقد قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم عنه لما حكى له ذلك قال إنه الناموس الذي جاء الأنبياء من قبلك الذي كان ينزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى وليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك ومعنى الناموس أنه الملك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين فكان سيدنا جبريل هو الأمين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليحمل الرسالة من الله تعالى إلى الأنبياء وليحمل الرسالة إلينا من بعد ذلك فهذا هو الإلهام إذن إلهام من الله تعالى بواسطة عن طريق سيدنا جبريل أو بدون واسطة ليكون الوحي مباشرا من الله تعالى للنبي الوحي له صور متعددة الصورة الأولى أن ينزل الملك في صورة البشر إلى النبي كما جاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء دخل عليه سيدنا جبريل في صورة إنسان في صورة الرجل قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ضمه إليه ضمة شديدة ثم أرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ضمه الثانية قال حتى بلغ مني الجهد التعب ثم أرسله ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الصورة الأولى للوحي أنه يأتيه في صورة البشر وحدث هذا أكثر من مرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء مثلا ثبت في القرآن الكريم أنهم جاءوا إلى سيدنا إبراهيم ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى دخلوا عليه في صورة البشر ذهبوا إلى سيدنا لوط في صورة البشر وهنا يمكن للناس أن يرواهم زوجة سيدنا إبراهيم سيدة سارة رأت هؤلاء الملائكة في صورة بشرية قوم سيدنا لوط رأوا الملك ورأوا الملائكة في صورة بشرية سيدنا عمر بن الخطاب في حديث جبريل ذكر أنه دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعب إلى آخر كان هذا الرجل هو سيدنا جبريل عليه السلام الصورة الثانية أنه الملك يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الالتصاق به بمعنى أنه يتلبس به أنه يتحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفصل عنه هذه الصورة كانت أقسى أصعب صورة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي في هذه الصورة وهي تعرف باسم صلصلة الجرس كان إذا كان على الدابة كانت تبرك الدابة كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة مستندا إلى سيدنا زيد بن ثابت وبعدين رجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من رجلي أو تكاد تكون مستند عليها قال كادت ترد رجلي يعني من ثقلها كادت تكسر رجلي بسبب ثقل الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في اليوم شديد البرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخرج منه العرق وهكذا هذه الصورة التانية الصورة التالتة بالنسبة للوحي إن النبي ينام ويرى المنام وفيه وحي من الله تعالى زي ما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك لسيدنا إسماعيل قال يا أبا تفعل ما تؤمر لأنه يعرف أن رؤية الأنبياء وحي من الله تعالى دي صورة من صور الوحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة كثيرا ورأى النار كثيرا ومنها بعض المرأ التي رأها وهو نائم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيرى هذا وهذا وحي من الله تعالى صورة أخرى بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء وهي الكلام مع الله سبحانه وتعالى وهم في الأرض وهم في الأرض يعني إيه؟ يعني شيدنا موسى عليه السلام قال الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا شيدنا موسى الكليم ليه؟ لأن نكلم ربنا وهو على الأرض وربنا سبحانه وتعالى كلمه وسيدنا موسى عليه السلام على الأرض صورة لبعدها إن النبي ربنا سبحانه وتعالى يكلمه وهو في السماء وهذه لم تقع إلا لشيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله الصورة الأخيرة أن نبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وهذه لم تقع إلا لشيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصعوبة في صور الوحي كان لجاما أن يأتي إلينا رسول لأننا جميعا لا يمكن أبدا أن نتحمل هذه المشاق لأن الله سبحانه وتعالى قال إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا صلى الله على من تحمل عنا ذلك وأداه إلينا صلى الله عليه وسلم ألقاكم على خير إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة